نروأ بقى شوية ونفوق كده من اللي عمله المنتخب والحوارات اللي حصلت مبارح من يهاب جلال والكلام ده كله ونركز في الدور الانجليزي عن الأهم الانتقالات اللي حصلت اللي لسه هتحصل ليه هنتكلم في الدور الانجليزي عشان هو أكتر حاجة الناس بتحب تعرف مين اللي جاي مين اللي رايح مين اللي الناس اللي سهقاعدة مين اللي هيجدد عقد ومين اللي مش هيجدد عقده بس مش طول عليه فيالا نفش في الموضوع على طول ريت شارلسون بعد اللي عمله مع ايفرتون المسم اللي فات وكان اهباطه بس هو الحقهم وكان جزء مع لامبرد ان هما يعرفوا يواضف الدور الانجليزي قال بقى ان هو مش عايز يكمل في ايفرتون وعايز يروح لنادي اكبر وفي مرتبة اعلى عشان يستغل خدماته وقوته دي ويجيب نتائج ويحقق اجواز فردية بدل ما هو في القاع مع فريق مش عارف ملامحه السنة الجاية قاعد ولا هينزل تحت الشامبيونشيب ولا ايه ففي صراع ما بين ارسنال و توتنهام عشان ضم ريت شارلسون بس اظن ان ريت شارلسون عايز يروح توتنهام عشان ينافس في دوري ابطال اوروبا وارسنال مش ينافس في دوري ابطال اوروبا بس ما نعرفش هيكون له مكان مع هاري كين والكلام ده كله ولا ايه وكمان بريزيتش لسه رايح من الانتر فبقى في مواجمين كتير في توتنهام فهنشوف الفترة الجاية ايه اللي هيحصل والعقبة الوحيدة اللي ممكن تقف ما بين وتوتنهام ان توتنهام مش هتقدر تدفع اكتر من خمسين مليون وده اللي المفروض يعني ان ايفرتون عايزاه بس هنشوف الاهم الجاية ايه اللي هيحصل هيروح ارسنال ايه يروح توتنهام ولا ممكن يروح ريال مدريز زي ما بنسمعه استيرلينج عايز يمشي من منشستر سيتي بعد اللي بيعمله جوارديولا ان هو بيقعد ناس والتدوير والحاجات دي كلها وفيه عرض متقدم من تشيلسي بس ما نعرفش ايه القيمة او ايه الفلوس والعقد بكام والحاجات دي هنعرف في الايام الجاية فمبدئيا منفتحة سيتي انها هتتخلى عن رحيم استيرلينج مينامينو خلاص هيمشي من ليفربول ما بقاش ليه مكان اساسي وهو عايز يلعب بصفة استمرارية ما يعودش برضو يتبدل وكده فليدز وفول هام يعني عايزين خدمات مينامينو فليفربول قالت انها هتمشي مينامينو لو حد هياخده ب 17 مليون استيرليني وممكن نشوفه في ليدز او فول هام كمان فول هام طلعت الدوري الممتاز فممكن نلاقيه في الفترة جاية في حد من النواة دي بعد الفترات اللي فاتت وسمعنا ان ليفندوسكي خلاص ييمشي من البايرن وقال صراحة للإعلام انه هو مش قادر يقود هنا وعايز يشوف مكان جديد انه هو ممكن يقدم فيه احسن من اللي بيقدمه في البايرن فليفندوسكي كان مرشح ان هو يروح برشلونة وفي اخبار بالفترة اللي فاتت كما تقول ان ليفندوسكي خاص يروح برشلونة منشستر رونايتد قدمت عرض قيمت 400 الف سترليني في الأسبوع لليفندوسكي وكمان هيدفعه 20 مليون لبايرني ميونيخ خلاص ده اخر سنة في عقد ايه ليفندوسكي نيجي بقى عند برناردو سيلفا برناردو سيلفا السيتي عايزة يخليه زي ما هو قاعد وهو بيفكر ان هو يمشي برشلونة عايزة تاخد برناردو سيلفا من السيتي والسيتي عايز برناردو سيلفا يعود فقالت شوف حل وسط عشان برناردو كمان شكله كده عايزة يمشي ويروح برشلونة قالت انها مش تدخلى عنه بقال من 80 مليون سترليني مش عارفين بقى برشلونة تدفع عن الفلوس دي كلها ولا مش هتقدر ولو في نادي تاني ممكن يدخل في الصفقة دي وبرناردو يكون عايز يروحه وكمان برناردو قدم موسم خارق السنة اللي فاتت ففي نوادي كتير عايزة استغل الامكانياته واكيد تشافي اكتر واحد مقدر امكانيات برناردو عشان طريقة اللعبة المشابهة ليه جدا واستهام عايزة ترجع لينجرد زي ما كان موجود مع السنة اللي فاتت والموسم اللي فات يعني فترة الاعارة كان متقلق معهم وكان بيلعب بصفة اساسية وكل ما يروح اليونايت التاني او يرجع ما يلعبش الصفقة اساسية وكمان بيقعد بديل وكمان بيحبط وما بقاش قادر ان هو يقدم كل اللي عنده لكن شفناه لما من غير ضغطات مع واستهام كان بيعمل ايه فاستهام هتتخلى عن بن رحمة وخلاص شايفة ان بن رحمة مش مستواها او هو مش قادر يقدم المستوى المطلوب في الدور الانجليزي وعايزة ترجع لينجرد تاني فاي عايزة توفر فلوس من بيع بن رحمة عشان لينجرد يرجع تاني ويقدم مستوياته اللي كان بيعملها معاهم فممكن داي في الفترة الجاية ان لينجرد رجع تاني واستهام ارسنال عنده مشكلة في خط النص فبيفكر ان هو يدوم سافيتش خط وسط لاتسيو من الدوري الايطالي طبعا احنا شفنا سافيتش او الناس اللي من تابع الدوري الايطالي ازاي سافيتش ومهم جدا في خط النص وكمان يعني العيب بيوازن ما بين الهجوم والدفاع اي نعم ادواره الدفاعية قوية جدا وبتغلب عن ادواره الهجومية بس ده اللي هينفع ارسنال وكمان بنيته الجسمانية جمدة جدا فيعرف يسد في الدوري الانجليزي فارسنال متوقع ان في عرض جاي قريب دي سافيتش وممكن يلاقيه يروح هناك دلوقتي مندي مش عارفين هو هيكمل في الريال ولا لا بس تشيرسي ولنايتد في اخبار صحفية بتقول ان هما بيفكروا ان هما يحصلوا على خدمات مندي انا قلت قبل كده ان مين دي ده مش مستوى الريال والكلام ده بس برضو يعني اه تشيرسي واليونيتد فرق كبار لكن في الفترة اللي احنا فيها دي اكد الريال اعلى من الاتنين وخصوصا اليونيتد فممكن نلاقيه في الفترة القريبة دي يروح لنادي من النوادي دي اخر التطورات في عاد ديمبلي مع برشلونة ان هو لسه ممضاش ولا في اخبار ان هو خلاص هيمدي او ميرتاح ان هو يكمل في برشلونة ودي حاجة بتصبه في مصلحة تشيلسي اللي هو عايز يمدي ويجاهز مع ديمبلي فممكن في الفترة الجاية دي نلاقي ديمبلي راح الدورة الانجليزية عادية جدا بس ما نعرفش بقى هيعرف يصمد والالتحامات والريتم والكلام ده كله بس تشيلسي متأكدة ان هو يكون اضافة قوية ليه مبارح حصل اجتماع ما بين اسبليكويتا والونسو مع ادارة تشيلسي انهم عايزين يمشوا ويروحوا برشلونة طبعا القريب الونسو ماركوس الونسو قريب جدا ان هو يروح برشلونة وتشافي كان عايزه بالاسم بس برضو اسبليكويتا اكيد مدام حضر الاجتماع ده وعايز يمشي برضو يروح برشلونة ان فيه كلام بس الاكيد جدا ان تشافي عايز الونسو فبريتزي رومانو قال ان برينتفورد قدم عرضة جد لضم اريكسن وشايف اللي عامله مع المسم اللي فات مش هو كل حاجة وممكن المسم جاي يقدم اداء اقوى بس اريكسن طبعا بيفكر في البدال اللي قدامه ما اخدش قرار ان هو يجدد ولا ما يجددش وكمان احنا كناش متوقعين ولا حد كان متوقع ان اريكسن بعد اللي حصل له وخلاص ما كان هيبطى اللعب انه يرجع بالقوة دي وفي اقوى دوري في العالم وكمان قدم يعني مستوى خيالي مع فريق امكانياته محدودة اه مهم كويس في الدوري متوسط الدوري وكل حاجة لكن اريكسن امكانته اكبر من كده فممكن لا اريكسن يرجع تاني مع فريقه هو في الدوري في الفترة اللي فاتت سمعنا ان الريال مش باقي على اسنسيو واسنسيو خلاص مش هيوقت في الريال ومش مرتاح خلاص وعايز يلعب اساسي وكمان مع املية التدوير اللي بتحصل دي وما بيخدش مركزه وهو في سن حرج جدا لازم يروح نادي تاني ويعمل امجاده وارقامه الفردية الخاصة في الوقت ده فممكن لايه اسنسيو بعيدة عن الريال في الفترة الجاية وقرب نادي بيفكر في اسنسيو الفترة دي هو ارسنال فكده نتأكد ان ممكن ساكا يمشي معنا عرفش عصنا هما الاتنين في نفس المكان ده اشوال وده اشوال الاتنين بيلعبو ناحية اليمين وين جي مين وده وين جي مين فممكن لايه اسنسيو في ارسنال وممكن لايه ساكا ميشي وراحة تشيلسي او راحة السيتي ما نعرفش بالسقرة بحاجة هي السيتي اخيرا اتأكدت ان صفقة نونيز خلاص في ليفربول رغمان اؤكد ان ليفربول توصلت مع بنفيكا في البرتغال بعقدة تمانين مليون هيشتروا نونيز بتمانين مليون وكمان فيها عشرين مليون اضافية طبعا لو حقق بقى والحاجات دي حاجات كده خاصة في العقود يعني صفقة وقفت على مية مليون تقريبا فنونيز هيروح انا شايفنا صفقة غالية جدا بس ممكن يكون شايف حاجة احنا مش شايفينها زي ما هو شايف على طول حاجات احنا مش شايفينها يعني لويز دياس ده محدش كان يسمع عنه دلوقتي نونيز ممكن يوصل وخلاص مانيه باحتمال كبير جدا هيمشي فخط الهجوم بتاع ليفربول محتاجة طويل ده اللي هو يلعب بدماغه زي ما احنا شفنا في الفترات اللي فاتت وماتش النهائي ان فان دايك هو اللي بقى يهاجم في اخر دقايق وعايز جيب الكوار العالية فانا شايف ان هو هتبقى خطوة جدا مهمة لليفربول وممكن خلاص يأثر في القوة الهجومية الليفربول ونلاقي ليفربول بتكسف كمان اه اللي جوان بتاعتها ونلاقي موسم جاي تهديفي اكتر بس هم يلعبوا جماعي مع بعضهم يبوش قانينيين كل واحدة يعرف يجيب جوان ديونج بيصير الجدل بعد ما قال ان هو مش هيمشي من برشلونة وقاعد ومش هيروح لتنهاج في منشستر رونايتد الصحفي بيسأله بيقول له هو انت هتسيب الشواطئ بتاعت برشلونة وتروح للبرد في منشستر فديونج داحك كده بخباسة ورح هقيله ولسه معرفش او مش متأكد او مش هتكلم دلوقتي اللي هو بالطريقة دي مش بيأكد هو يمشي ولا هو قاعد ففي لغزين في الكلام بتاعه بس لو هو قاعد او متأكد ان هو قاعد اكيد يقول لك انا قاعد هنا في برشلونة ومش بفكر غير في برشلونة والكلام ده لكن هو لأ يعني داحك كده داحكة صخرية فالكلام ده ممكن يكون خلاص راح لمنشستر واتفق معي في تطورات حصلت ما بين ريال مدريد وستيرلينج وجيسوس احنا سمعنا ان ممكن جابريال جيسوس وستيرلينج يروحوا لريال مدريد وفي مفاوضات او كلام شافهي كده بس في مشكلة مضحكة جدا ان جابريال جيسوس ما عندوش جواز سفر اوروبي فممكن ما عرفش يسافر لريال مدريد انا مش فاهم ايه المشكلة بس يعني هو دا اللي فهمناه من الصحافة ان دي حاجة عقبة جامدة جدا في طريق جيسوس ان هو يروح يلعب في ريال مدريد لسه التطورات ما حصلتش او لسه ما فيش كلام اساسي بس ريال مدريد بتبص على الاتنين دول وممكن لا حد فيه يروح ممكن لا برضو لسه ما فيش حاجة اكيد اخيرا بوجبا هيعرف يمشي من مشستر ينايتد لو مش مرتاح فيها من اول ما جيه وهيرجع للنادي اللي اتقلق فيه يوفينتوس في ايطاليا هياخد تمانية مليون في الموسم وكمان هيمضي معهم عقد اربع سنين هنشوف بقى بوجبا هيرجع زي مكان ولا برضو المشكلة في بوجبا والمشكلة مش في النادي بس اظن يعني المشكلة في ينايتد احنا مش شايفين ينايتد عندها روح الفترة الاخيرة دي وبوجبا مكانش مرتاح احنا مش شايفين بوجبا اصلا فممكن نلاقيه في الموسم الجاي جامد جدا مع يوفينتوس ويرجع زي الاول واحصة اليونايتد عايز يدوم دونفريز الباك بتاع انتر ميلان بس انتر ميلان المحددة خمسة اربعين مليون لو ما جايش الرقم ده مش هتروح لليونايتد فممكن في الايام الجاي نلاقي دونفريز في اليونايتد وكمان المكان بتاعه بقى فاضي خلاص فليونايتد هيقدم العرض ده او هيقدم عرض قريب منه جدا اربعين حاجة كده وسط ولا لا فممكن في الفترة الاخيرة لوكاكو كان عمال يقول انا عايز امشي وعايز ارجع الانتر تانية مش مرتاح في تشيلسي ومش مرتاح مع تاخل فالانتر برضو عايز اترجع لوكاكو كان شغال معهم كويس هو والاوطار والصناقية جامدة جدا ممكن دي بالا يجي يبقى تحتهم فالانتر طبق قوي او السنة الجاية في دور الابطال والدور الانجليزي بس اعارة هو عايزين يوفروا فلوس اعارة عشان تمن لوكاكو غالي جدا بالعرض وتشيلسي فممكن نلاقيهم في الفترة الجاية وفروا الفلوس المناسبة ياخدوا لوكاكو سنتين اعارة ونشوف اللي بقى الفترة الاخيرة سمعنا ان برشلونة عايز رافينيا ورافينيا عايز يروح برشلونة بس ليتزي يونايتد لسه ما خلصتش او ما قررتش هيروح اي نادي حتى ارسنال اتدخل بجدية هو كمان وبيزحم برشلونة عشان عارف ان برشلونة ما عايش فيلوس الاتنين معهمش فلوس وبينفسه في بعض اللي معه فلوس اكتر شوية هو اللي هياخد رافينيا بس برضو رافينيا عايز يروح برشلونة وعايز يروح النادي الاسباني مش عايز يقض في الدورة الانجليزية حتى سمعنا الاسبوع اللي فات ان في تقارير بتقول ان ليفربول متابعة رافينيا بس هو برضو عايز برشلونة فخلاص يعني ليفربول متابعة رافينيا وعايز برشلونة بها يروح لارسنال فالاحتمال الكبير جدا ان لو رافينيا هيمشي من خلاص هيروح برشلون. بس ده اللي كان عندي النهاردة عرفت اجمع اهم الانتقالات اللي حصلت واللي لسه هتحصل واللي ممكن تحصل. بس بس كانت في الدورة الانجليزية زي ما انا قلت عشان دي اهم حاجة الناس امركزة عليها وان شاء الله الفيديو جديد. هيروح للدورة الاسباني والايطالي والحاجات دي كلها. لو عجبك الفيديو ما تنساش بقى تعملي لايك وسبسكرايب لو انت جديد وشير لزمائلك. وكمان قولي في تحت عايزني اكمل في الانتقالات والحاجات الفترة الجاية. ولا نركز في منتخب مصر وكوريا بعد بكرة ولا ايه اللي هيحصل. سلام.